أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن حكومة مملكة البحرين وعت مبكرا إلى أهمية توفير مقاومات جودة الحياة في مشاريع مدن البحرين الإسكانية الجديدة من خلال الاهتمام بالجانب التخطيطي الذي وضع معايير متطورة لتصاميم الوحدات السكنية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية وقال وزير الإسكان أن مقاومات مدن البحرين الإسكانية توائمت مع متطلبات تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي ينص على جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة مما ساهم في إحراز المملكة تقدما كبيرا في مؤشرات تنفيذ ذلك الهدف جاء ذلك خلال لقاء المشترك الذي عقد بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى مملكة البحرين لبحث تنمية فرص التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال المرحلة المقبلة وأضف المهندس الحمر أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء تول اهتماما كبيرا في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومتبعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهو الاهتمام الذي أسفر عن العديد من النجاحات التي حققتها المملكة على هذا الصعيد وخلال اللقاء تم استعراض المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها مؤخرا وفي مقدمتها الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة واستعرضه وزير الإسكان خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر إبريل الماضي اشتركوا في القناة